شكلت القمة العربية فرصة لاكتشاف ضيوف الجزائر لسحرها 123 فيلا بإقامة الساحل سخرت لقادة الدول العربية بواحدة من أجمل مناطق العاصمة وبتجهيزات فخمة استقبلت ضيوف الجزائر على مدار يومين كاملين ناهيك عن الفنادق الفخمة التي سخرت للوفود المشاركة وقصر المؤتمرات الفخمة الذي احتضن أشغال القمة بعد إزدال السطار على القمة والنجاح الباهر الذي حققته الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس جامعات الدول العربية على مستوى القمة التي احتضنتها الجزائر يومي الواحد والثاني نوفمبر من حيث التنظيم والنتائج التي تضمنها إعلان الجزائر فضل بعض القادة العرب زيارة واكتشاف معالم الجزائر التاريخية والثقافية والحضارية وحتى الدينية ثالث أكبر مسجد في العالم هو صرح ديني وتقافي المبهر جامع الجزائر كانت وجهة مفضلة لضيوف الجزائر كرئيس جزر القمر عثمان غزالي والرئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية جزر القمر لم يتوقف عند محطة جامع الجزائر بل توجه إلى ولاية بازا واكتشاف سحر هذه الولاية فيما فضل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد الثاني التجول بأزقة القصبة العتيقة والتقاط صور تذكارية مع المواطنين وكان لنائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطنة عمان زيارة لمتحف المجاهد والمسجد الأعظم ومقام الشهيد كانت القمة العربية فرصة لإعادة توحيد الصف العربية وبعد نهاية أشغالها فرصة لقادة الدول العربية لاكتشاف سحر الجزائر وجمالها الخلاب اشتركوا في القناة